اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله والمتضمن استبدال مسمى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة إلى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية معتبرا معاليه بأن الدعم المستمر من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لضمان التقدم المؤثر للمرأة البحرينية جعلها في سلم الأولويات انطلاقا من إيمان جلالته بدور المرأة ومساهماتها في عملية التنمية باعتبار أن عمليات التنمية والتطوير والتجديد لا يمكن أن تنجح إلا بوجود شراكة متوازنة بين المرأة والرجل كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المرأة البحرينية تجاوزت مرحلة التمكين ونيل الحقوق وأصبحت شريكا رئيسا في عمليات التنمية بمختلف ميادينها وذلك بالاستناد إلى نتائج تطبيق الخطة الوطنية التي تتابع تقدم المرأة البحرينية وثمنا معالي رئيس مجلس الشورى دور سمو قرنة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في نهوض المرأة البحرينية وتقدمها وأكدا معاليه بأن هذه الجهود هي موضع اعتزاز وتقدير من الجميع نظرا لما نالته المرأة البحرينية من مكانة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر